من الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد يوم وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قبل أيام نشرت مقطعا للدكتور الفاضل عذان إبراهيم نقل هو دقيقة دقيقة ونص تقريبا نشرته في الفيسبوك يتحدث عن عالم ألماني قال أنه يجب أن ننصب تماثيل من ذهب لمعاوية بن أبي سفيان في برلين وفي كل بلد أوروبي لأنه هذا الشخص هو الذي منع انتشار الإسلام بانقلابه على الشورى وإلا لو لا معاوية كانت أوروبا كلها أصبحت إسلامية وتتحدث العربية هكذا قال الألماني وأحد الأخوة عقب على ذلك نقل نص آخر يؤكد هذا المعنى وهو الأخ رسول فاضل فقال ينقل عن محمود أبورية الشيخ المعروف المصري في كتابه شيخ المضيرة أبو هرية صفحة 185 ينقل نفس النص يقول قال أحد كبار علماء الألمان في الأستانة أيام الأثمانين لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب لمعاوية ابن أبي سفيان في عاصمتنا برلين فقيل له لماذا قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله إذن لكنا نحن الألمان وسائر الشعوب الشعوب أوروبا عربا مسلمين هكذا نشر النص بجقة يعني أو رواية أخرى من رواية الأستاذ عدنان إبراهيم حفظه الله اللي تحدث عن رشيد رضا ينقله هو أيضا معاصر تقريبا هو لمحمول أبورية في الحقيقة يعني هذا النقد لمعاوية والأمويين أنا دائما أنتقد وكثيرهم من المسلمين حتى من أهل السنة يعني ينتقدون معاوية على تحويله نظام الخلافة من الشورى إلى الوراثة القيسرية الكسروية كما اتهمه الصحابة في ذلك الحين والسيد عائشة أيضا اعتقدته على ذلك على تعين ابنه يزيد يعني من بعده وسبب الحروب والثورات والقتل العام وواقعة كربلا وواقعة الحرة وتعرفون التاريخ الطويل الذي جرى أنهارا من الدماء أحد الأخوة يقول يعني قال لماذا أنتو يعني تركزون على معاوية وتركزون على الأمويين ما هو كل التاريخ الإسلامي العباسيون والفاطميون والعلويين كلهم اعتنقوا حتى زيديه يعني أنا أقول من عندي تقريبا تحولوا إلى نظام الوراثة بعد أن كانوا يؤمنون بالشورى مثلا في بداية عهدهم فهذا صار تحول اجتماعي في المجتمع الإسلامي وكتب رسالة لطيفة أقرأها لكم بهذه المناسبة وهو الأخ الأخ أحمد الحاج يقول تمام أحسنت وأجد ولكن هو طبعا يعلق على موضوعين موضوع أن شرت حول الغلو والاستبداد فيعلق على موضوع الاستبداد يقول اللي تدأ بمعاوية بعد أن ألغاء الشورى يقول من جهة أخرى علينا أن نحلل ونبين من أين تسلل هذا الاستبداد ومن أين تسرب ذلك الغلو وبنظر فاحصة يتبين لنا أن نصف حقيقة تساوي نصف تحليل يعني أنصاف المعلومات تساوي أنصاف المعارف إذ أن المشكلة وأرجو المعذرة من هذا المصطلح إلا أنني مضطر لإطلاقه ونحته ألا وهو السن شيعية أو الشن سيعية الظاهرة القمئة التي حشت أقول أتباعها وأرضعتهم أنصاف حقائق على مر التاريخ وهذه الأنصاف هي السبب الرئيس في الغلو والتطرف والاختلاف لدى الطرفين وأضرب مثالا للتوضيح موقعة الحرة لم يأتي على تناولها ولا ذكرها بإسهاب ولا حتى باقتضاب لا السنة ولا الشيعة مع أن مرتكبي مجرتها هم أنفسهم مرتكبوا جريمة قتل حسين عليه السلام وآل بيته وسبي الباقين في كربلاء وإن الثورة إنما خرجت كرد فعل لما حدث في الطف ثورة أهل المدينة وكان من المفترض من الشيعة أن تلطم على هذه المجزرة كما تلطم على الطف لأن عديد من قتلوا في الحرة ألف عشرة ألاف ليس فقط ألف ألف فقط من الصحابة جلهم من الصحابة والتابعين جلهم من الأنصار والمهاجرين جلهم من الفقهاء والحفاظ ولأنها قد استباحت مدينة رسول الله ثلاثة أيام بلياليها حتى أن زين العابدين ابن علي ابن الحسين هو بالحقيقة علي ابن الحسين كان على وشك أن يفقد عنقه فيها على يد قائد جيش الشام لو لا أحد سبق إعطاؤه له ينص على عدم تعرض له بسوء والشيعة لم يلطموا على الحرة لأنهم يريدون احتكار المظلومية التاريخية وما يترتب عليها من ثورات ومعارضات وتعاطفات ومكاسب السنة بدورهم لم يتناولوا الحرة ولا الدماء الزكية التي سألت فيها لأنها تتعارض مع مبدأ طاعة ولي الأمر الذي تخذوه لهم منهجة ولأن وعاد السلاطين في الشام لم يشاءوا تسليط الأضواء عليها والتاريخ يكتبه المنتصرون كما تعلمون ولأن تأييد هذه الثورة والبكاء عليها من شأنه أن يفتح الأبواب على مصاريعها لتأييد كل الثورات التي تخرج على الحكام مستقبلا ما دفع العباسيين لغض الطرف عن المجزرة كذلك مع أنها تدين غرمائهم الأمويين لماذا؟ لأن الحديث والبكاء على ثورة أجهضت تأييد ثورات في طريقها إلى القصر مستقبلا أن هذا تساهم في تسجيع الناس على الثورة كذلك الحال مع ثورة الفقهاء والقراء ثورة ابن الأشعث الشيعة أهملوها لأن كل قتلاها من السنة حصرا في الحقيقة أنا أدي ملاحظة هنا أنه لم يكن هناك شيء لم يكن هناك شيء اسمه شيعة أو سنة في ذلك التاريخ يعني ربما بهالاعتبار أنها كانت بعيدة عن قيادة مثلا أئمة أهل البيت ولأن هذه الثورة لا شأن لها بالثورات العلوية صحيح هذا وبدورهم السنة قد أهملوها أهملوا هذه الثورة ابن الأشعث لأنها تعارض مبدأ معارضة الحاكم ولم تسمع إلا عن محاكمة أحد قادتها ورموزها وقتله على يد الحجاج وأعني به سعيد بن جبير التابعي الشهير من كل الطرفين كذلك علاقة أبي حنيفة بأهل البيت لا يمي يتطرق إليها لا السنة ولا الشيعة السنة لأنهم لا يريدون الأفصاح عن معارضة رائد مذهبهم في الرأي والقياس والاستحسان للقصر وموته في السجن معارضة أبي حنيفة للقصر وموته في السجن من جراء ذلك ولا يريدون التطرق لعلاقته بثورة زيد بن علي ولا ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم طبعا لبعد ذلك حتى لا يشوه مبدأ طاعة الحاكم الذي اتخذوه لهم مناجع كذلك الشيعة لم يتطرقوا إلى تضحيات أبي حنيفة وعلاقته الطيبة بآل البيت لأنهم وببساطة يريدون احتكار المظلومية مع ما يترتب عليها من مكاسب وعواطف وغلو وأساطير والأوراد السنة اللطم أسوة بالشيعة للطم على أبي حنيفة الذي مات بسجن المنصور مسموما ولنصب السرادق والخيام حزنا عليه الأعجب أن الكثير من الشيعة يشمتون بأبي حنيفة لعدم ألمهم بهذه الحقائق التي وصلت إليهم على شكل قصاصات وجداذات تتضمن نصف إن لم يكن أسداس معلومات ألم أن أبا حنيفة قد أيد ثورة محمد النفس الزكية فيما عارضها جعفر الصادق في وقته حتى لا تسيل الدماء مجددا كما سألت في بقية الثورات والحديث يصدق على جل أحداث التاريخ وذوراته وكلها لا تصل إلى الجماهير إلا عبارة عن أنصاف حقائق فقط لا غير الأمر الذي بنيت عليه أنصاف أواطف وأنصاف حلول وأنصاف تحليل وأنصاف معارف وحده المحايد الباحث عن الحقيقة كاملة كما هي ومن غير رتوش يراها كاملة ليبني عليها تحليلا ونقدا كاملا بعيدا كل البعد عن العباءتين الشنسيعية والسنشيعية التي ترضع أتباعها أرباع حقائق وأنصافها فقط لا غير والحديث بقية وحديثك لطيف يا أخ أحمد الحاج نشكرك على هذا التعليق ونتمنى أن تواصل معنا وتتواصل وتتحفنا بما لديك من آراء وملاحظات ونحن نرحب بهكذا ملاحظات لتصحيح الأمور التاريخية وأخذ العبر منها في الحقيقة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر